السلام عليكم مرحبا بكم في وصفة جديدة من وصفات قناة كوزين كوكينا عن الخاص بكم بالفيديو وصفة طريقة سهلة وصحية تنسب المقادر لدينا 4 البيضات لدينا مدقيق على حسب الخالد لدينا كاس بوريسيما لدينا كاس بوريسيما لدينا كاس هنا لدينا السكر بدل ما ندير ساندة لدينا التمر لدينا الفرران مزيان مزيان تنشف لدينا هذا البودرة سوف نستعملها لدينا الثمار الصحي جدا لدينا حاجة صغير لدينا كاس بوريسيما لدينا الثمارات لدينا التمر لدينا الفواكه المعسلة وشخمارات الحمرين اول حاجة كنا نبدو بها نهرسل اربعات البيضات اللي لدينا من الافضال يكونوا من الحجم متوسط للحجم الكابير هاد الكروكي يصدقوني لك يجي روعة 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 واللي دقوا عندكم هاي حماق علي هنديرو تمر لدينا بودرة وممكن تديرو سكر ثانيدا غير زي ماينا استعملتو التمر هكا صحي اكتر كنخلطو مزيان يولا بويتو نوريكم طريقة ديال هاد التمر بودرة هادا نقولوها ليفتعا لكم ومدليكم فيديو اخر ان شاء الله هادا كيفاش تصاوبوه كنخلطو مزيان هاد البيض وفودرة ديال التمر من بعد كنزيدو ذاك الخارطة ديال الزيت وزبتاني لنا ذاك الكاس ديال لك حليب بوري السيمة كنخلطو العناصر ديال نمزيان ثم ممكني لعندكم فواكي هجاب فلوس القرقع الشنجلان اي حاجة بشو تسيدوها كنزيدوها في هاد القروكي هو سهل دغية كيوجد ممكن بدا توجه بدا يديوه الدراني للمدرسة ممكن في اخر لحظة جاي عندكم شي ضيف اخر لحظة كتصاوبوه دغية دغية كيوجد ودغية كيتحضر لدينا هنا القرفع بيتو تديرو فاني ممكن كيجيزوين ولا بيتو نسمو مظهر كيجيتهو رائع ثم يكن خلطوك نبدو نزيدو الدقيق على حسب الخالة ديالنا يعني على حسب حجم اللو بيد لالنا ولا على حسب تدك الدقيقين كيفاش كيشربوش كيشرب ضغية ولا ما كيشربش ضغية لنزيدو الدقيق ديالنا العجينا خص تكون مرخوفة ما كتكون ش قاسها بحدي الفقاس كتكون شي شوية مرخوفة نزيدو الخمارات اللي عنا نزيدو خمارات حمرين نزيدو الخمارات اللي عندي ديال الدقيق باش نجمع العجينا ديالي كيفما قلت لكم ما خص العجينا ديالي قاسها صار كتتجمع شي شوية في الدين كتكون في اللول كتلصق ماشي مش تكيل حيث هاندهنو منبعت الدينة بشوي ديالزيت باش كيجيكم الكروكي كيجيكم هشيش ما كيجيش قاسح هانتو ما كيفما كتشوفو العجينا ديالين بعد ما جمعتها راه الطيط طبعا كان دهنة ادي بالزبدة عفوا بالزيت وهنقسمنا هالكيمية لعجينا اللي عندي هنقسمها على ربعان انتو ما على حساب وجبتوا تديروه كبير بزاف ولديروه على حساب لطا التانية للفرر اللي عندكم طول ديالهم فابي كان نديرو ليه بحال شكل ديال الفقاس كان حاولو نديروه حرابيه بحال شكل الفقاس غير هو ما كان ما كان خليوش غير مش هاي كان برموها هكا وكان حطوه في طول الفرران كان ضغطوه ليه مزيان مزيان حيث كي عاودي تنفخ في الطياب وباش ما يتشققش لنا في الفرران موسيقى وانا دبك هنحطوه في طول الفرران وانحاول نقعدو باش باش نجي نقطعو بيسهال الياد تقطع ديالو ويبقى عندو واحد الشكل زوين موسيقى نكمل عليها الطريقة حتى كنكمل دوكتاسة الكواري ديالاجينة اللي عندي انتم كيف ما كانت لاحظو جاوني في هربعة ديال الربعة دياللي باطوني بحلاكة ارغم بضغط عليهم زيان من الفوق حيث هي عادوا تلعوه في الفرران واندخلوهم على الفرران كندهنوهم بالصفار بيضا وشوية ديال ناس كافيه والصفار بيضا والكاكاو والبودرة كندهنوهم مزيان مزيان وكنزوقوهم بالفوق شايتم للفوق اختياري بتو دخليهم سامبل بتو ترشع لهم شوية ديال اللزئفية مثلا من الفوق الدكوراسيون ممكن انتم ما والاختيار ديالكم عشنو بغيتو تديرو كندخلوهم كنكونوا الفرران مسخنينو على 180 درجة يكون سخون كندخلوهم ونخليو يطيبو على المهلين يعني العفية مهيلة حتى كي يطيبو وكنن خرجوهم الفرران انا اختاريت ندير زوقات بالفوقشات درتهم مايلي درت خطوطها مايلي ودرت بالعكس ديالهم هنا من بعد ما طابل اياه كيف ما كاتلاحظوا كنقطعوه عراض دي ماشي بحل فقاسي يكون السمك ديالو صغير لا هو كي اللي قاليت هادو كيبغيو يكون العرض ديالهم السمك ديالهم كبير كييجيو عراض وراكييجيو هشاشين ولدادين بزاف بزاف فعنتم ما كيف ما تلقى تلاحظوا انا وحدين كنتهنتهم بصفار البيض والكاكاو والاخرين بالناس كافي والكاكاو كييجيو علها التشكل وكيجيو روعة 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 عندنا اللصفة التانية هو بغرير بالالوان هيجبوا لدتكم بزاف 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 ولكن بدون ملوينة صناعية يعني ملوينة طبيعية جدا جدا بالنسبة للوصفة ديالبغرير هنستعمل اللصفة العادية ديالنسكة ستقيق فورس جو كيسانس مدرقيقة ملقة صغيرة الملحة ملقة كبيرة خمارة العجين جوج خمارة حمرين فاني هنسمبي والمكون السحري في هاد البغرير هادا انا ما هنستعملش الملوينة الصناعية باش نحصل على دوك الالوان كيف مماشتوا في الصورة من قبل وانما هنستعمل الماء ديالنسكة والماء ديالباربا باش نحصل على داك اللون الاحمر والماء ديالنسكة باش نحصل على داك اللون الاخضار كيف ما كاتعرفو الماء ديالنس هراها عندو فوائد جامة يعني اذا استعملتو بحلقة في الغرير هراها الماء داك ديالو ما كيكونش كيبقى غير اللون وكاتبقى ديك الفائدة ديالو وكيف ما كاتعرفو الدراج الصغر كيعجبهم اي حاجة ملوونة يعني هتضمنو يلحطتو لهم بغرير هكا كملوونة هيعجبهم الحال وهي يكلوه وهتكونوا حتى انتمو مرتاحين حيس راكم ما ما درسوش لهم شي ملووينة صناعية ليتخافو عليهم منهم ها انتمو مدابانا هنزيد ثلاثة دليكيسان ثلاثة دليكيسان ديال داك الماء ديال الماء ديال الماء دنس هيكون دافي بين سير زيت غير الماء دنس زيت علي هالما طيب ومبعد تحنتو وصفيتو باش غديت غير الماء ديالو وباش نتحن هاد الخالد ديالي ديال بغرير ها الخالد ديالي اللولا نوجد اللي خلطو ب الماء ديال الماء دنس هندوز دابا باش نوجد الخالد التاني بنفس طريقة اللي هي نسكاس ديال دقيق عفون جوز كيسان ديال السميدة رقيقة الملحة معلقة صغيرة ديال الملحة معلقة كبيرة ديال الخمارة ديال العجين حيث هنقد بغرير ما هنخلي شي خمر يعني غير هنخلطو وهنطيبو دير اكتمو غير بالنسبة لهاد الخالد التاني بدنا بتضل شي شوية بدلا ما نخلط دوك جوز خمارات حمرين مع الخالد في مولينكس هنخليهم آخر حاجة هنخلط الخالد ديالي هو اللول عمزة الخمارات الحمرين نخلطو غير بالطراب اليداوي انا بغرير دي ما كانت اسمو بفاني انتو مرة ممكن استعملو اي طريقة ديال البغرير اللي كتجيكم سهلة و اللي كتعجبكم خير كتضيفو هاد المكون السحري ديال بدل ما تخلطو بالماء العادي كتخلطو بهكا بالماء ديال الخضار وديال بحلاكا المعدنوس ولا السبانيخ إلا كانوا عندكم السبانيخ هم رصحين بزاف بزاف وكيفما قدعرفو الدراري ما كيبغيوش الدراري صغر ما كيبغوش ياكلو بحلاكا الخضار طريين ولا في اسميتو ملي قددخلوه اللي هم بحلاكا في هاد الوصفة كيبغوش ياكلوهم و هما قاع ما ردينش لبل بلي كلاوهم هنا من ديال ما ديال الباربا هزيت الباربا حكيتها وضحمتها مع الماء وصفيتها بتاهنو كنا نستعمل من ثلاثة دلكيسان ثلاثة دلكيسان على حسب السميدة اللي عندكم ها هو الخارج كيفما بليكم حمر تلقات فيه اللي ديال الباربا بنسبة له هاد الخارج كنت لكم اختاريت ان نستعمل خمرات اخر حاجة ورا نفس الشي بحال اللي اخلي طوم مولينيكس بحال اللي اخلي طوم اخر حاجة هانتم كيفما كتلاحظو الوان رائعة جدا كيفما كيقول ورا قبل لا تاكل ويا كل واحدة راح العين كتاكل انتم ملوينة زوينين مشي حاجة صحية يعني ما كتخافوا منها ولا نسخل المقلة زيالين بقيلة زيالي فاشا انطيب ندير الكمية زي البغرير اللي هنطيبها في المقلة ممكن نخليها الطيب على المهل انتم مربغرير زيالي بدك يتقب ممكن تشوفوا شكل ديالو وش حركي يجيزوين موسيقى 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 من بعد ما كيوجد البغرير ديالي كنقدمو الها الطريقة وبصحة وراحة نتمنى الايجاب ديالكم وتجربوه وتردو عليها موسيقى موسيقى